انتهينا من التنزيل طبعا الموضوع اخذ تقريبا ربع ساعة اوكي بعد ما نكمل التنزيل رح نبقى restart now الان بعد ما صلح restart اوكي ممكن نسحب هذا شوية اوكي اقفل هذا اوكي رح احط ال password انت بوم الان الان نحن بنسخة open to طبعا خاصة فيك الان رح بس اشوف كيف ممكن ان انا اخلي الشاشة كبيرة اوكي ممكن اروح اعدل من هنا اول شي ممكن نعمله بالنسخة نشوف طبعا في معانا هنا نسخة firefox في معانا لابر اوفيس رايتر ماكروسوفت وورد اكسل باربونت هنا في معانا الاستور طبعا هنا في معانا امازون هنا في معانا system settings ممكن نعمل كذا google.com بس نشوف نعمل تست جوجل يفتح معانا بشكل طبيعي نعمل linux 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 open to what so ever الان ممكن نستخدم نظام تشغيل كامل مثله مثل الويندوز مثله مثل الابل مثله مثل اي شي ثاني اوكي اول شي معي انا راح بس عدله هو اللي هو السكرين المقاس طبع السكرين نفسه اوكي راح اجر طبعا هذا اعلى الشي ممكن موجود في الماك طبعا في الويندوز ممكن تلاقي على مقاسات اخرى او طبعا اذا حملت البيام وير يتيح لك خيارات احسن اوكي نحن ممكن نشوف طبعا هذه البرامج الرئيسية طبعا موجودة طبعا في معنا برامج اخرى طبعا ممكن تبحث عليها هنا او في الاونلاين يكون عبارة عن اي برنامج اونلاين اوكي طبعا هنا في برامج ثانية طبعا هنا المدير نفسه تبعهم اوكي وايش في برامج معنا طبعا البرامج الاخرى طبعا اول مرة يكون النظام لسه عاد و لسه بطيء اوكي طبعا البرامج اللي هنا ما فيش اي دوكمنت معا ما فيش اي فيديوهات ما فيش اي اغاني ما فيش اي صورة طبعا بعد استخدامك لكم يوم اكيد الدوكمنت حقك راح يتعبع الحاجات هذي كامل طبعا هنا معنا الابليكيشن اللي معنا طبعا نفع على سكرول داو ممكن نجوف الابليكيشن اللي معنا طبعا هنا طبعا هذي برامج رئيسية هنا اوكي طبعا اذا كانت عايز برامج طبعا في معنا هنا الابنتو سوفتوير سنتر وبكل بساطة نروح نشوف السوفتوير سنتر نشوف البرامج اللي معاهم طبعا راح نتعلم كيف ننزل البرامج كيف ننزل عن طريق المتير بهذا الشكل او عن طريق الترمنا طبعا في الدروس المتقدمة شوية اوكي الان اول حاجة ممكن نحن نصلحها ممكن نشوف البيلز والفولدرز اللي معنا طبعا هنا اليوزر نفسه ايش فيه معنا تسكتوب دوكمنتز داونلوز ميوزيك تقريبا نفس نسخة الويندوز والستركشور او البنية تبعه طبعا هنا ممكن ندخل على التسكتوب طبعا ممكن نعمل تجربة بسيطة اروح اعمل نيو دوكمنت امتي نعملها نسميها تست طبعا نفس الوقت تتعدل اروح افتح عليها هنا او هنا نفس الشي ممكن اكتب this this is this is test document اوكي اعمل له save ايش اسم اروح اعمل له save اروح افتحه من هنا وهذا عبارة عن ملف عندي طبعا انا ممكن اعمله كذا copy x اللي هو ctrl x اللي هو عبارة عن cut اروح اخذه لل documents طبعا نفس العمليات تبع الويندوز ممكن تشوفها هنا بكل بساطة وبكل بكل سرعة اوكي في معانا هنا اللي هي حي اسمها الكمبيوتر طبعا ممكن نتعلم نظام التشغيل نفسه فرضا ويندوز لما يكون عندها الويندوز كيف شكل ال Operating System من داخل هنا باوريكم ان شاء الله بالدروس المتقدمة ايش الملفات هذي تاني اوكي وهذا يكون نهاية الدرس كامل او الجزء الاول كامل وان شاء الله راح نبدأ في الجزء الثاني وراح وريكم بداية المشوار كيف احنا ممكن نبدأ كمستخدمين عاديين ونبدأ ننتقل من المستخدمين عاديين الى مستخدمين فعليين وكيف ممكن نستخدم الادوات اللي في اللينكس زي الترمينال الواجهة السوداء اللي اكثر الناس يكرهوها بس ان شاء الله راح اخليكم تحبوها اوكي هذا الترمينال هي الشاشة السوداء اللي في الويندوز زي الدوز اوكي وراح اعلمكم كيف تتعاملوا معها كيف تبدأوا تعملوا مجلدات تعملوا ملفات تمسحوهم تتعاملوا معهم بشكل كامل كيف اشوف اه اتعامل مع الانترنت عن طريق الترمينال هذا ان شاء الله في الدروس المتقدمة وابدأ بالجزء الثاني ان شاء الله اول شي من راح نتعلمه في الترمينال ان شاء الله شكرا شكرا شكرا